أحيط الكنائس الكاثوليكية في المملكة يوم الحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح المختص على نهر الأردن إلى أبرز موقع ديني مسيحي في المملكة في العام الثامن عشر على التوالي يتوجه آلاف المسيحيين من مختلف كنائس الكاثوليك واللاتين في الأردن وخارجه إلى موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام على الضفة الشرقية لنهر الأردن لإحياء يوم الحج المسيحي في كنيسة عماد السيد المسيح في المغتص وهو الحج الأول بعد إدراج موقع المعمودية على قائمة التراث العالمي شعور حلو كتير مبسوطين بهاللمة جميع المسيحيين المجتمعين بالتقوص صلوات كلنا الأردنيين مجتمعين موج من هنا من خارج البلاد كلنا مجتمعين وأجواء حلوة كتير يعني بدل على الإيمان وعالترابط كتير حلو بنودع أن يعمل أمن والسلام على العالم أجمع ويمنع الحروب ويجعل المحبة ويرجع الكدس الفلسطين لأن الكدس عربية ومزارة عربية كما وشاركت وزيرة السياحة لنا عناب المؤتمر الصحفي الخاص بعيد المعمودية قبل بدء التقوص الخاصة بموسم الحج المسيحي وبحضور المدبر الرسولي للبطريكية اللاتينية المطران بيير باتيستا ورؤساء الكنائس الكاتوليكية في المملكة إن هذه المناسبة هي خير وقت لنؤكد للعالم بأن بلادنا بلاد مقدسة مسيحية ومسلمة وهي خير تذكير للعالم أيضا بأن جذور المسيحية بدأت وتبقى راسخة في الشرق فيها كنيسة المهد في بيت لحم في فلسطين حيث ولد سيدنا المسيح ونهر الأردن حيث انطلقت المسيحية من دفافه الشرقية إلى العالم وكنيسة القيامة أم الكنائس في القدس العربية الفلسطينية من حيث قام وصار موقب من عشرات الكهنة يتقدمهم المدبر الرسولي للبطريكية اللاتينية المطران بيير باتيستا على وقع موسيقى فرق الكشافة إلى النهر فملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس الاحتفالي يذكر أن هذا العيد المعروف بعيد الغطاس هو يوم الحج إلى نهر الأردن المقدس حيث تعمد السيد المسيح على يد القديس يحنى المعمدان في نهر الأردن حسب جميع الشواهد العقائدية والتاريخية قبل أكثر من ألفين عام تقريبا اشتركوا في القناة